في موضوعات كتيرة الحقيقة عايزين نتكلم فيها نبدأ بزيادة الحد الأدنى للأجور لو نتكلم تاريخيا كده احنا من 2011 و احنا بنقول العدالة الاجتماعية صحيح لو من قبل 2011 نشوف كم مرة اتحرك فيها الحد الأدنى للأجور وبعد 2011 لحد 2013 كم مرة و من 2014 لحد 22 كم مرة المقارنات دي بالأرقام نقدر ان احنا نفسرها ازاي سياسيا و ازاي مصر ادرت انها تاخد الخطوة دي يعني بشكل كبير وهتفيد قد ايه المواطن اللي حصل في تحريك الحد الأدنى للأجور من 2014 لغاية النهاردة ما حصلش في تاريخ مصر ده بيقول على المستوى السياسي على المستوى الاتماعي على المستوى الاقتصادي اللي فيه قيادة سياسية عينها على الفئات محدود الدخل الى اقل دخل لانه المستفيد الاول من تحريك الحد الأدنى للأجور هم الفئات الاقل دخلا والاهم انه في القرار اللي صدر في الموازنة الحكومة اكدت في التنفيذ ان ده هيتطبق على القطاع الخاص مع القطاع العام او مع الناس الموظفين في الحكومة ده مسألة مهمة جدا انت عندك موظفين الحكومة ما يوصلوش حوالي 7 مليون لكن عندك اللي بشتغلوا دلوقتي في القطاع الخاص بتتكلم على حوالي 30 مليون فبالتالي الشريحة الكبيرة من دول هيستفيدوا من ده هيستفيدوا من تحريك الحد الأدنى للأجور لانهم عندهمش الحد الأدنى للأجور ده هيزيد القوى الشرائية للناس ده هيحسن حياة الناس بشكل ملموس ملايين الناس هتستفيد من ده ده بيقول بشكل واضح ان احنا في الجمهورية الجديدة لا النظرة فيها اهتمام كامل وفيها رعاية كاملة للفئات الاقل دخلا توقيته اهميته ايه؟ اهمية القرار في هذا التوقيت ايه؟ احنا بنتكلم عن قرار زي ده الصدر في ظرف اقتصادي صعب اقتصاديات العالم كله بتعاني مش الاقتصادي المصري بس انت كنت بتتكلمي عن معدلات نمو عالية جدا قبل كورونا معدلات النمو انت حفظت عليها بتمشي بشكل إيجابي لكن بتتكلمي في اتنين ونص وبتكلمي في تلاتة وثلاتة يعني ما بتكلميش على أرقام عالية وبتتكلمي كمان ان في نفس الوقت حصلت موجة من التضخم في العالم كله متوقع كمان انها تستمر معنا في عشرين اتنين وعشرين وزيادة في الأسعار مشكلة انك تحافظي على أسعار السلع في مصر انت عاملة وفرة في السلع كل السلع موجودة تقريبا وموجودة في كل الأماكن واسعارها تختلف من مكان لمكان حسب طبيعة المكان لكن فيه تحريك للأسعار الناس بدأت تحسب له اه مش بنفس القدر ولا بنفس النسبة اللي بتحصل في العالم كله لكن الناس بدأت تحسب ده لان المخزون اللي كان عندك بالسعر القديم بدأ يخلص فبدأت تشتري وتستوريد سلع بالأسعار الجديدة فبدأت تضطري انك انت تبيع للناس بالسعر الجديد ده ببساطة شديدة جدا هيساعد الناس هيزود القوى الشرائية للناس في وقت الناس محتاجة فيه بالفعل لانه الأسعار كلها بدأت تتحرك الناس محتاجة للزيادة دي في الدخل احنا طول عمرنا المشكلة الاساسية في مصر بياش مشكلة الأسعار لان الأسعار في مصر لسه لغاية دلوقتي مقارنة بغالبية دول العالم مش مرتفع لكن المشكلة الرئيسية كانت في قلة الدخل ولو فاكرينه الرئيس هو في أسوان في الافتاحات الأخيرة في سبوع السعيد يتكلم ان احنا نفسينا نوصل انه الدخل يبع عشر تلافة وخمستاشر ألف على الأقل تحريك الدخل مسألة مهمة جدا انه يبع عندك قدرة في ظل الأزمة الاتصادية الحالية وعندك قدرة انك انت تاخذي القرار ده وتنفذيه انا اعتقد ان دي خطوة إيجابية جدا ده صالح المواطن لان اللي يستفيد منها هو المواطن العلوات وفي نفس الوقت الاهتمام بالكادر التعليمي في الدولة سواء كان ما قبل الجامعي او ما بعد الجامعي ده برضو ازاي برضو توقيته مهم جدا لأ كان عندنا يعني خلينا نتكلم عن الكادر التعليمي الكادر التعليمي احنا كان عندنا مشكلة بدأت تبقى ملموسة جدا نقص عداد المدرسين في وقت المدرس بالزيد في وقت أعداد التلاميذ بالزيد كل سنة بتبصي تلاقي أعداد المدرسين بتقل ده الحقيقة كان عامل خلل شديد جدا وخرجين كلية التربية قاعدين بيتخرج بعشرات الألاف كل سنة ومش لقين فرصة عمل مع انك انت محتاجاه الوضع بيقول انك انت محتاجاه انت كل سنة بتبين مدرس جديدة كل سنة عندك أعداد طلميس بيزيدوا أعداد الطلاب بيزيدوا فبالتالي انت محتاجة ان يبقى عندك كمان تأخذي قرار زي ده انه كل سنة يتعين تلاتين ألف مدرس يعني بتفتحي تلاتين ألف بيت لمدة خمس سنين 150 ألف اعتقد انه قرار مهم جدا قرار مهم جدا عشان تقدر يتكملي في اصلاح عملية التعليم اللي انت بتعمليها وقرار مهم جدا كمان علشان تقدر يتغطي العجز اللي موجود واللي كلنا شفناه ولاحظناه في الفترة اللي فاتت ده توكب معاه ان الدولة تضخ كمان تلاتة واحد من عشر مليار جنيه عشان الجودة جودة المعلم مشروعات جودة المعلم ضمان جودة العملية التعليمية وجودة المدرس اللي بيقدم المادة للطلاب لانه الحقيقة في اصلاح التعليم اللي تم في الفترة اللي فاتت كان فيه صغيرة جدا ان المعلم كان الاقل اهتماما كان الاقل تواجدا كان الاقل استهداف مع انه هو عمود العملية التعليمية هو الاساس في العملية التعليمية القرارات اللي صدرت في الميزانية الجديدة بوامر الرئيس مبارحة اعتقد انها كانت قرارات مهمة جدا لانها بتوزن ده بشكل كبير جدا انت بتجتمل معلق بالمعلم بتكتحسين دخله وتحسين جودة اداؤه وبتجتم كمان بانك تسد العجز اللي موجود في المعلمين ده كمان وصل لمرحلة التعليم الجميع انك انت ضختي كمان مبلغ كبير حوالي 1-18 مليار علشان اساسة الجامعة ده كمان مسألة مهمة جدا لان العملية كلها عملية تراكم ايه عملية بتكمل بعضها لما تضماني لأستاذ الجامعة ان هو يقدر يبقى عنده داخل يصرب بيه على ابحاث ويصرب بيه على تحسين مستوى ده هيبقى ليه مردود هيبقى ليه مردود ايجابي جدا على العملية التعليمية هل الخطوات دي يعني طبعا اكيد ان هي هتحرك كتير جدا من المياه الراكدة اللي موجودة في هذا المجال ولكن هل نستطيع ان نقول انها خطوات كافية ولكن نحن نشوفها اللي ممكن حالتك تقولنا على سبيل المثال ايه هي لا طبعا ما تقدريش تقولي ابدا انها يعني هو زي كل اللي بيحصل في البلد كل اللي بيحصل في البلد ده رغم انه حاجة كويسة جدا لكنه الرئيس دايما بيتكلم انه خطوة من الف خطوة الخطوات دي خطوات كويسة جدا الناس كانت محتاجاها اللي هيستفيدوا منها ملايين لكن في النهاية الناس محتاجة اكتر لكن انت على قد الميزانية بتحاول انك انت تعملي القدر الاكبر ما تستطيعين لما تعملي مع القرارات اللي احنا نتكلم فيها دي تعملي كمان تحط 8 مليار عشان العلابة وتحط 18 مليار علشان الحوافز الترقي اللي الحقيقة وزير المالية النهار ده كمان قالك مش 18 مليار بس ده ده الزيادة التكلفة كلها توصل لحوالي 40 مليار جنيه الناس اللي بتترقى من درجة لدرجة احنا شوفنا الناس كانت بتترقى ومتاخدش اي حوافز قبل كده دلوقتي بقى يجباري بالقانون ان كل ترقية معها حافز ده بيضمن ان كنتي كمان ده داخل بيضمن للناس ان مستوهم يتحسن ان قدرتهم الشرائية تتحسن لكن هنفضل نتكلم انه مقارنة بالاسعار وباللي موجود احنا محتاجين اكتر